الله عز وجل في حديث خدسي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يعني على كثر ذنوبك وخطاياك ولا يتعظمني ذلك ولا استكثره فالذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله مغفرته أعظم منها وأعظم فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته وفي صحيح الحاكم عن جابر رضي الله عنه أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول واذنوباه واذنوباه مرتين أو ثلاثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي فقالها ثم قال عد ثم قالها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عد فقال له قد غفر الله لك ويقول الشاعر يا رب عظمت ذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم فإن كان لا يرجوك إلى محسن فمن الذي يجعو يرجو المجرم ما لإليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسجم فالسبب الأول لمنفرة الذنوب هو الاكثار من الدعاء طلب المغفرة من الله عز وجل وطلب الجنة والاستعادة من النار وغيره السبب الثاني للمغفرة الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب فالإنسان لا يهمل من الاستغفار ما ناد ابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن الله له ساعات لا يرد فيها سائلا وقال الحسن أكثر من الاستغفار في بيوتكم على موائدكم وفي طرقكم أسواقكم ومجالسكم وإنما كنتم فإنكم ما تدرون ما تتنزل المغفرة أما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء أجابه إن شاء ردهم صياغ الاستغفار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد 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 المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم الأسباب المغفرة قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء